أجزاء كبيرة من جنوب شرق الموصل استعدتها القوات العراقية فيما تواصل عملياتها لاستعادة ما تبقى من شرق المدينة على وقع تطورات ميدانية مختلفة قوات الردع السريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية حررت حي المثاق في الساحل الأيسر بالموصل واستعادت حي سومر بالكامل إضافة إلى منطقة المعارض والمجمع التجاري للمواد الاحتياطية جنوب حي التأميم شرق الموصل وكذلك حي الكرامة تقدم القوات العراقية في حي سومر جاء بعد التمكنها من تدمير ثلاث سيارات مفخخة وقتل ستة مسلحين القوات العراقية واصلت تقدمها واقتربت من حفة نهر دجلة بمسافة أقل من ثلاثة كيلومترات كما بات مطار الموصل ومعسكر الغزلاني أهداف للأسلحة المتوسطة التابعة للقوات العراقية إزاء هذا التقدم حاول تنظيم داعش الرد ففجر ثلاث سيارات مفخخة في منطقتين حيي الفلاح الأولى والثانية المحررتين شرق الموصل ما أدى إلى استشهاد أحد عشر مدنيا وثلاثة أمنيين كذلك أحبطت القوات الأمنية العراقية هجوما لمسلحي داعش عند طريق بيجي الموصل شمال محافظة صلاح الدين انطلاقا من مرتفعات مكحول شمال المحافظة الهجوم بدأ بتفجير ثلاث سيارات مفخخة تلاها استهداف الطريق العام لبيجي بقذائف المورتر في عملية سعت إلى قطع طريق الإمداد العسكري للقوات العراقية والمؤدي إلى عمليات الموصل قوات الحشد الشعبي أحبطت الهجوم وأرسلت قوات إسناد من محاور شمال صلاح الدين ومن العاصمة العراقية بغداد في معركة انتهت بإعادة السيطرة على الطريق ومقتل خمسين مسلحة من التنظيم وإعادة انتشار القطعات العسكرية الممسكة للأرض بالتنصيق مع أبناء العشائر وقوات الجيش العراقية